مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب المسيح قام حقا قام هذه هي المعايدة التي بيها نحتفل بذكرى قيامة شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أن مسيحنا حي قد قام منتصرا من بين الأموات ولأجل هذا يحق لنا أن نقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية مرة تانية بعيد على كل حضراتكم وبمناسبة عيد القيامة المجيد الذي احتفل به العالم الشرقي يوم الأحد الماضي وهذا هو أيضا عنوان حلقة اليوم المسيح قام حقا قام والذي فيه نقدم البرهين على قيامة المسيح لكن قبل أن نبدأ في الحديث عن قيامة المسيح حلقة الإسبوع الماضي التي كانت بعنوان الأدلة التاريخية على صلب وموت المسيح هذه الحلقة كان لها صدق كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا حد علق على وكتب تعليق على هذه الحلقة فأنا حابب أخذ بس تعليقين في البداية من الإخوة المسلمين قبل أن ندخل ونتكلم عن قيامة المسيح في هذه الحلقة تعليق الأولاني كان على اليوتيوب وواحد كتب هذه الجملة غالبا اسمه إكرام يعني كتبوا قال إيه قال إكرام خفاجي أيوة إكرام خفاجي كتبوا قال إيه قال الأدلة التاريخية صنع الكنيسة يعني بعد ما احنا قدمنا أدلة تاريخية سواء من تاستوس بليني داينجر أو بليني الصغير المؤرخين الرومان الوثنيين الذين لا ينتمون للكنيسة بأي صلة من الصلعت بل كانوا ناقدين للكنيسة وكانوا مستهزئين على المسيح وعلى الإيمان المسيحي لكن هذا الشخص بيقول الأدلة التاريخية صنع الكنيسة لأن هذا هو تعليمها الأساسي أنا ما عرفش إزاي الأدلة التاريخية صنع الكنيسة يعني الكنيسة أساساً كانت متحدة من العالم الروماني ومن السياسيين ومن المجتمع الروماني أول أربع كرون فكيف كانت هذه الأدلة من صنع الكنيسة لكن غير يبدو أنه زي ما احنا بنقول يعني نقول تور يقول روح لبوه نقول أدلة تاريخية خارج الكتاب المؤدس يقول لك هذه الأدلة التاريخية لخارج الكتاب المؤدس هي من صنع الكنيسة طب نعمل إيه تاني يعني إن لم يفتح الرب بالروح القدس البصيرة والقلب لقبول المسيح فلا يوجد أمل ولا رجاء لكن هنا يقول لنا إيه تاني يقول هناك نصوص داخل الكتاب المقدس تنفي صلب المسيح واحد بتكلم بثقة يعني أنا معرفش جاي بالثقة دي منين وإيه هي النصوص دي وإن من صلبه هو شخص غير المسيح هو يرجع لنافس الفكرة شبها لهم شبها لهم أنا عايز أكلم بالعقل للإخوة اللي بيروحوا للكتاب المؤدس عشان يثبتوا أن المسيح لم يصلب ويروح للأنجيل ويقول لك آه أصله التلاميذ هنا في موقف والتلاميذ هنا في موقف آخر أو هنا المريمات راحوا عند القبر والصباح والظلام باقي ورحوا عند القبر وكانت طلوع الفاجر أي واحد أي واحد هتدي له الأربع أنجيل لو دي نال لشخص لا هو مسلم ولا هو مسيحي ولا هو أي حاجة وناله اقرأ الأنجيل الأربعة دول كويس وقل لنا هل الأنجيل الأربعة بتتطفق على حقيقة أن المسيح قد صلب ومات ولا لأ هيقول لك بلا أدنى شك أي وا مت ومرء سلوء أو يحن الأربعة بيؤكدوا أن المسيح قد مات وأنه دفن ده ده الاتفاق لكن هنا يقول لك هناك نصوص داخل الكتير المؤدس تنفي صلب المسيح طيب ده تعليل أولاني تعليل تاني بقى أكثر أكثر خيالا يعني أنا طبعا أشجع الشخص ده أنه يكتب قصص خيالية من أنه يعني يقوم بدراسة الكتير المؤدس بيقول إيه هذا الشخص بيقول دكتور أشرف عزمي تفضل تفضل هذه هي السوابت التي تؤكد بعدم قيامة يسوع الرب من القبر ومن بين الأموات ولم أجد شاهدا واحدا على قيامة يسوع الرب لم يجد شاهدا واحدا على قيامة يسوع الرب من القبر والموت فكان لابد من إعادة نشر هذا هو عمل منشور قبل كذا فهو بيعيد نشر فبيقول إيه فقال الملاك للمرأتين لا تخاف أنا أعرف أنكم تطلبون يسوع المسلوب ليس ما ليس هو ها هنا ماذا ليس هو ها هنا لأنه قام قام قال من القائل الملاك فالملاك قال للمريمات لا تخاف أنتم تطلبوا يسوع المسيح ليس هو ها هنا لأن يسوع قد قام واذهب في الحال إلى التلميذ وقول لهم أنه قام من بين الأموات القائل هنا هو أيضا من الملاك شاهد آخر في لؤة 22 هو لؤة 24 لكن هو كاتب 22 إلى في لؤة وإلى تلميذ عمواس إلى عمواس تبعد حوالي 25 كيلو متر من القبر لكن بعض النساء من جماعتنا حيرتنا دول تلميذ عمواس لما كانوا بيكلموا مع يسوع الذي اقترب إليهم وماشها معهم بيقولوا له أنه بعض النساء حيرنا وقالوا له أنه لم يجدنا قبره لم يجدنا جسده في القبر وأخبروا التلميذ وأنهم رأوا ملاك طيب أجي إلى بقية التعليم ويوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا وكان ظلام بعد فرأت الحجر مرفوعا من القبر فأقبلت مسرعة إلى سمعان بوترس والتلميذ وقالت أخذوا الرب من القبر ولا نعرف أين وضعه إلى آخر الجزء ده ماشي إلي عايز أقوله إيه إلي عايز أقوله من الجزء ده أنا أقول لحضراتكم عشان إيه ما تتشتتوش زي ما أنا أوعد بتشتت في الإرايات دي هذه هذه الآيات التي ذكرتها لا يوجد شاهد عيان بذات وقت قيامة يسوع الرب الآيات اللي هو قالها قال ما فيش واحد من هؤلاء كان واقف عند القبر ورأى يسوع بعينيه خارجا من القبر فالملاك هو الذي تحدث إلى المريمات الملاك هو المتحدث مع السائرون إلى عمواس ودي نقطة غلط مش الملاك هو الذي كان يتحدث مع تلمزي عمواس ده الرب يسوع نفسه هو الذي كان يتحدث مع تلمزي عمواس فلو كان يسوع الرب قام حقا كان عليه أن يجلع يجلس على الباب ليؤكد أنه قام كما قال أنه سيقوم بعد ثلاثة أيام يعني يعني عايز الشخص ده قال لك الدليل الذي يقنعني وحتى لو عمل كده الرب يسوع لكن هو يقول الدليل الذي يقنعني أن يسوع كان يجب أن يكون جالسا عند القبر وأي حد جاي عشان يشوف أنه آهم الأموات يشوف جالس عند القبر وبما أن يسوع ما كانش جالس عند القبر وأن الملاك هو الذي أخبر مريم والمريمات بأن يسوع قد قام فالمسيح لم يقم ده ده اللي بيقوله ده اللي هو بيقوله فهو يرفض شهادة الملاك ويرفض شهادة أيضا النساء ويرفض شهادة الكتال المعدس لهذا الشخص أقول بكل وضوح عزيزي أنت مشتت أنت مشتت لأن المسيح بنفسه قد ظهر مرات ومرات ومرات يسجل لنا الكتاب المقدس على الأقل عشر ظهورات للرب يسوع المسيح وآخر هذه الظهورات يقول عنها بوليس أنه ظهر لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ظهر لمريم ظهر للنساء ظهر للتلاميذ بدون تومة ظهر للتلاميذ مع تومة ظهر لصفا ظهر ليعقوب إي تاني يعني أنت عايز إي وكأنه هو عايز حاجة تفصيل حاجة تفصيل بما أنه ما عملش كده يبقى هو ما قامش ويرفد كل الأدلة التي يتحدث عن الكتاب المقدس ويؤكدها الكتاب المقدس على أنها أدلة تاريخية على أن يسوح حقا قام زي ما قلت نحن نصلي لأجل هؤلاء أن يفتح الرب عقولهم وقلوبهم وقلوبهم أبلع قلهم ليه لأن العقل بمفرده لا يرفض الأدلة والبرهين العقل يبحث عن الأدلة والبرهين لكن لأن القلب هو اللي رافض حقيقة صلب وقيامة المسيح فالعقل هو الذي يقول أن المسيح لم يقوم وعش كده نصلي أن الرب يفتح قلوبهم أجي إلى المسيح قام حقا قام في محامي مشهور أوي إنجليزي كتب كتاب من أهم الكتب التي كتبت يمكن في القرن العشرين هذا الكتاب كان بعنوان من دحرج الحجر فرانك موريسون وهذا المحامي لم يكن مؤمنا بتاريخية صلب ولا بتاريخية قيامة المسيح لكنه قرر إنه كمحقق وكمحامي هيتبع كل الأسليب التي تعلمها في التحقيق وفي الأدلة والبحث عن الأدلة والبرهين لكي يثبت من الكتاب المقدس أن يسوع لم يصلب وأن يسوع لم يقم وأن يسوع شخص غير تاريخي لكن بعد دراسة عدة سنوات في الكتاب المقدس تغير حال هذا الشخص ورأى أن الكتاب بكل وضوح يقدم البرهين والأدلة التي تقنع أي شخص بأن يسوع فعلا قد صلب ومات وقام في اليوم الثالث وكتب كتابه الشهير من دحرج الحجر هذا الكتاب الذي طبع أول مرة سنة 1930 لكنه أعيد طبعه أكتر من 11 مرة وترجم للغات عديدة منها اللغة العربية من دحرج الحجر وعش كده كان ليه أكتر من غلاف في كل مرة بيطبعوا الكتاب أوقات بيغيروا الغلاف بتاعه يحطوه بأسلوب شوية أو بغلاف شوية مطبوع بأسلوب حديث من دحرج الحجر لكن لأنه دايما عدو الخير يعمل ضد الحق فهو كذاب وأبو كل كذاب وزي ما بيبدل الحق بالباطل هو أيضا يريد أن يبدل البرهين التي يقدمها هذا الكتاب وهذا الكاتب البرهين التي جعلت كثيرين من النقاد والملحدين ينظرون إلى حقيقة صلب المسيح وقيمته على أنها حقيقة تاريخية إلا أنه أتى إلينا أحمد ديدات والذي اطلع على الكتاب من دحرج الحجر وعمل كتاب مزيف آخر سماه بنفس الاسم من دحرج الحجر لم يعجب ما قدم في الكتاب من برهين وأدلة فأراد أن يقتبس نفس عنوان الكتاب مع أنه يعني ده اسمه غش لكن عادي الغش في الإسلام مباح وأخذ نفس العنوان أخذ نفس العنوان علشان يضرب به الكتاب اللي الترجم للعربية واللي موجود بالإنجليزية من دحرج الحجر أنا نهار ده هتكلم عن الكتاب المزيف بتاع أحمد داد من دحرج الحجر وما قدمه في هذا الكتاب من أفكار أنا في نظري ما هي إلا اضحوقة وكذبة واحد هو يريد أن يثبت أن المسيح لم يصل بأي طريقة من الطرق فبيشوه في كل شيء والأسابيع اللي جاية إذا تأنى الرب في مجيء هنقف أكتر من وقفة مع الكتاب الحقيقي من دحرج الحجر لفرانك موريسون نحاول نقدم هذا الكتاب في أكتر من حلقة لكيما المشاهدين والمتابعين والمهتمين أيضا بالردود وعلم الدفاعيات ممكن يكون الكتاب دا سبب بركة كبيرة لحياته من دحرج الحجر أحمد داد طيب أول حاجة طبعا أحمد داد أعمالها في الكتاب دا إنه قالك هو ليه المريمات راحوا إلى القبر لماذا ذهبت المريمات إلى القبر أو لماذا ذهبت مريم المجدلية إلى القبر دا السؤال الدافع اللي جعل مريم في أول الأسبوع وأو مع أول شعاع للنور كويس تذهب إلى القبر اللي احنا عارفينه هيقول لنا عليه أنه غلط لكن لماذا ذهبت مريم أو المريمات إلى القبر يقول ودعنا نبدأ بهذه المعضلة من بدايتها كان صباح الأحد طبقا للكتاب المقدس أنه اليوم الأول من الأسبوع عندما ذهبت مريم المجدلية إلى قبر يسوع وفي إنجيل يحنى عشرين واحد وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر إن السؤال الأول الذي يعشعش في الزهن إحنا مش عايزين حاجة تعشعش في الزهن طلعها كويس السؤال الأول الذي يعشعش في الزهن هو لماذا ذهبت إلى القبر أيوة ده السؤال المهم لماذا ذهبت إلى القبر ليه أول حاجة قال لك فكرة أنها يعني تدهن الجسد بالأطياب و فكرة فكرة مرفوضة لأنه اليهود اليهود لا يدلكون بالدهن والأطياب جثث موتاهم بعد ثلاثة أيام فقال لك محدش بيروح عند القبر بعد ثلاثة أيام علشان يحط أطياب وحنوط وأن يفك الجسد ويدلكوا بعد ثلاثة أيام فالإجابة اليهود ما بيعملوش كده هل اليهود بيعملوا كده قال لك لا هل المسيحيين بيعملوا كده أن يروحوا بعد ثلاثة أيام قال لك لا هل المسلمين بيروح عند القبر بعد ثلاثة أيام وأيضا يضعوا حنوط وأطياب على الجسد قال لك لا يبقى أكيد في سبب أكيد ايه في سبب بس قبل ما أجاوب على ووريك السبب اللي اخترعوا أحمد داد خلينا نجاوب على سؤال آخر سؤال آخر مهم لماذا ذهبنا النساء فقط إلى القبر ليه بس النساء هم اللي راحوا للقبر فاجرا ليه ما راحش التلاميذ أو للفاجر ليه ما راحش حد من الرجال ليه بس النساء هم اللي راحوا إلى القبر إلى قبر يسوع أول سبب بسبب الخوف التلاميذ فعلا كانوا خائفين ده حقيقة لا نستطيع أن ننكرها كانوا خائفين اليهود الذين حكموا على المسيح بالصلب والموت ما زالوا متربصين لهم فهؤلاء كانوا أدباع للمسيح وتلاميذ للمسيح وكانوا معه في كل موقف وفي كل مكان عش كده التلاميذ عملوا إيه لما المسيح راح لهم كانت الأبواب مغلقة في العلية عادي خايفين فما راحوش عند القبر خوفا من اليهود وقادة اليهود حاجة تانية اللي جعلت التلاميذ ما راحوش عند القبر أن التلاميذ لم يكونوا متوقعين أن يسوع فعلا هيقوم من بين الأموات مع أن المسيح ذكرها في كل مرة اتكلم فيها عن حقيقة صلبه وموته وفي اليوم الثالث يقوم وفي اليوم الثالث يقوم نقرمات 16 مرء 8 يحن 2 كتير 6-7 مرات المسيح بيؤكد هذه الحقيقة في كل مرة كان المسيح متكلما عن موته وعن صلبه وعن أن اليهود هيقبضوا عليه وهيسلموا للموت كان يذكر حقيقة وفي اليوم الثالث يقوم لكن التلاميذ لم يكونوا متوقعين حاجة كانت أكبر من إدراكهم ده سبب الثاني عشو كده مرحوش عند القبر طب هل المريمات كانوا متوقعين لا ولا حتى المريمات كانوا متوقعين ولا مريم المجدلية ولا مريم أم سلومي ولا أحد أنا أشوف هنا أيضا سبب ثالث سبب قد لا يكون مسكور لكننا نعلم عن حقيقة سلطان الله في الأحداث خطة الله للتلاميذ أنه ما يروحوش عند القبر في أول الأسبوع صباحا وما يكونوش هما الذين أول من يذهبوا إلى القبر ليه لأن قادة اليهود كانوا مطلعين إشاعة أن التلاميذ ممكن يغططفوا جسده ويسركوا جسده من القبر فتخيلوا لو التلاميذ كانوا راحوا كانت سبتت عليهم هذه التهمة وعش كده من خطة الله أنه هما ما راحوش والرب جعلهم شوية بعدين يروحوا بعد النساء وليس قبل لو زهبت التلاميذ أولا للقبر لكانت كذبة اليهود بسركة الجسد لسقت بهم أخيرة الحقيقة أن التلاميذ لم يكونوا عند القبر أولا تعطي مصداقية يعني عدم وجود التلاميذ عند القبر أولا بتعطي مصداقية لحقيقة قيامة المسيح وليس العكس أن من كان عند القبر لم يكن هما التلاميذ الذين يعني كانوا أدباعا للمسيح وعصروا المسيح لكن كان هناك النساء عند القبر عشو كده اللي ذهب للقبر كانوا النساء لكن لماذا ذهبنا القبر ليه ذهبنا القبر هقول اللي بيقوله الكتاب وبعدين هأوريكوا اللي بيقوله وبيخترعوا أحمد ديدات وغيره كويس من تلاميذ اللي بيقوله الكتاب أنه في مرؤس 16 وفي لؤة 24 يولينا ايه وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتينا ويدهنه وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إصطلعت الشمس وفي إنجيل لؤة 24 يول ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا للقبر حاملات الحنوط الذي أعددنا هن ومع هن وناس يبقى الهدف كان ايه وضع حنوط طب ليه وضع حنوط بالرغم من الأنجيل تؤكد أن يوسف الرامي ونيكو ديموس اشترع أطيابا ولف جسد يسوع بالكتان لكن يبدو أنه بسبب السبت ودخول السبت وسرعة أن تنزل الأجساد عن الصليب وتوضع في القبور قبل أن يبدأ يوم السبت اليوم المقدس هذه سرعت وعجلت بوضع يسوع في القبر كويس فوضعت الحنوط بطريقة سريعة ولف الجسد بالكتان الحنوط والأطياب التي أحضرتها النساء كانت بغرب وضعها فوق هيدعوها فوق الجسد الملفوف بالكتان وليس فك الكتان ودهن الجسد مرة تانية والغرض هو أن تقلل رائحة التعفن اللي ممكن تكون بسبب الموت النساء أيضا جئنا بالأطياب لأنهم شعروا أنهم لم يكرموا جسد يسوع المسيح هذا الجسد الذي كان يستحق التكريم ويعلنوا عن محبتهم وتكرسهم المسيح بأن هذه العملية التي تمت بسرعة لابد أنهم يكملوها بسرعة يريد أن يكون هذا الجسد حتى ليس له رائحة كبايس عشان كده أتينا القبر كتاب يقولنا أنه هن أتينا بحنود وأطياب لكن أي عاقل هيقبل دوان لأنه لا توجد أبدا مصلحة عند المريمات ولا غرض ولا دافع غير أن يأتوا لكيما يكرموا جسد المسيح بوضع حنوطا وأطيابا عليه لكن العقل المريد هيرفو الدواء هليني أوريكو أحمد داد بيقول إيه أحمد داد بيقولك لعلك أدركت أنها بيكلم عن مريم المجدلية مريم أدركت أدركت أنها أبصرت ملامح الحياة في الجسد الرخو عندما أنزلوه من على الصليب إسكانت على وشك أن تكون المرأة الوحيدة جنبا إلى جنب يوسف الذي من الراما إيه الكلام دا فصره لكم مريم المجدلية ومريم أم يوسي ومريم العذراء كنا عند القبر كنا عند الصليب ولما أنزلوا جسد المسيح من على الصليب عشان يضعوه في القبر مريم المجدلية لاحظت لاحظت أن جسد المسيح تدب فيه الحياة يعني لم يمت يعني إيه ممكن يكون مغم عليه ممكن يكون مغمى نظرية الإغماء أنه حصله نوع من الإغماء بسبب التعب والألم الجسدي وسفك الدماء لكنه لم يمت فالمسيح بحسب أحمد داد المسيح عندما أنزل من على الصليب لاحظت مريم المجدلية أن هناك حياة في هذا الجسد الضعيف وعشان كده قالت مريم أنه ممكن يكون المسيح بعد مرتاح يوم أروح أنا وشوف القبر لعله يكون قد استرد صحته استرد صحته ده اللي بينادي به أحمد داد يعني المسيح لم يمت المسيح عندما أنزلوه من على الصليب لم يكن قد مات وطبعا ده عكس ما نقرأ عنه في الأنجيل أن ازاي أن العسكر الرومان تأكدوا تأكدوا من موته للدرجة أنه طعن بالحرب في جنبه رأوا أن اللص اللصين اللي كانوا موجودين لم يكونوا قد ماتوا فكسروا أرجلهم لكي ما يعجلوا بموتهما أما يسوع فعندما أتوا إلى يسوع فوجدوه قد أسلم الروح لكن أحمد داد علشان يطعن في قصة وحقيقة صلب وموت المسيح يقول لك أنه عندما أنزلوه من على الصليب كانت الحياة تدب في الجسد فمريم خبت دوان ومرضيتش تقول لحد كويس وانتظرت لحد أول الأسبوع أنا ما عارفش ليه هي انتظرت حتى أول الأسبوع يمكن عشان السبت لو هي في حاجة خييرة تقدر تعملها ليه تنتظر ما كانت راحت حتى يوم السبت لكن علشان عشان أحمد داد بتفكيره هذا التفكير الصقيم والمريض هو يرفض الصلب ويرفض الموت فعنده ممكن يقبل أي حاجة أخرى فيما في إلا إلا أنه يكون المسيح قد صلي بوما مات فاخترع فكرة إيه فكرة إنه مريم راحت عند الصليب راحت تسرع عند القبر لأنها كانت رأت وأدركت أن يسوع الذي أنزل من على الصليب لم يكن قد مات فريحة بقى إيه رايحة تتطمن عليه رايحة تتطمن عليه طيب نيجي إلى جزء آخر بيقوله أحمد داد بيقول لماذا لم تتعرف مريم على يسوع لماذا لم تعرف مريم أن يسوع هو الذي يكلمها لماذا ظنت أن يسوع هو البستاني وهل الأكساد أكساد الذين قاموا من بين الأموات يشبهون البستاني دا سؤال دا سؤال بيطرح وبعدين مش بس أنه بيسأل السؤال لكنه كمان بيستهزئ فبيقول إيه أيمكن أن تتصور مشهد يوم القيامة كلم القارئ أنك أيها العزيز القارئ بعد عمر سعيد مديد ستكون شبيه بالبستاني وأن حماك ستتبدل هيئته إلى شبه البستاني وأن أختك ستتحول إلى شبه البستاني وأن زوجتك المحبوبة ستقع في حيرة لتجد زوجها هل بهذا يمكن فهم الغرض هو أحمد داد بيعمل أحمد داد بيأخذ النص وبيشويه بمعنى لما يقول لما يقول الكتاب أنه مريم ظنته أنه البستاني مريم لم تكن تتوقع أن يسوع قد قام وأن اللي بيروح في البستان الصبح لأن القبر كان داخل البستان وليه يروح البستاني الصبح علشان يسق الزرع أو علشان يهتم بالبستان وما فيه هو البستاني ما قلتش أنه يسوع ظهر لها في هيئة بستاني أو في شكل واحد بستاني ما زال يسوع هو يسوع لكنها ظنت أنه البستاني يقول يقول كده أنه ليه ليه مريم لم تعرف يسوع ويقول أن يسوع تخفى تخفى في سور البستاني لكن اللي يقرأ النص كويس ويدرس ويعرف أنه يسوع لم يتخفى ده مريم اللي معرفته طب ليه مريم معرفته مريم معرفتش المسيح زي ما يقول لنا هنا الدكتور القص إبراهيم سعيد في كتابه شرح رسال أو بشارة يحنى قال يأز جاه لمريم بحقيقة يسوع إلى ثلاث أسباب عدم توقعها أن تراه يعني مريم معرفتش المسيح لأنها لم تكن متوقعة أن تراه لم تتوقع أن تراه حاجة التانية التغيير الذي ترأى على جسده بعد القيام لأن جسده القدوس استمر إلى ساعة موت خادعا لنوميس طبيعتنا البشرية المحدودة لكنه بعد القيام كان يدخل ويخرج ويظهر ويغيب حاجة الثالثة ربما لأن عيني مريم أمسكت عن معرفة شخص المسليح مسلمة أمسكت أعين تلمزي عمواس عن مرأة سناء وأنا هضيف سبب رابع الحزن والبكاء الذي كانت فيه مريم المسيح لم يتخفى المسيح لم يلبس لبس بستاني زي ما بيظن أحمد داد المسيح لم يتحول جسده إلى جسد بستاني ولنسألت إذا هو الجسد البستاني ده أليس جسدا بشريا يعني هل لي أربع رجول خمس عيون عشان واحد يعرف إنه ده جسد بستاني ظن ظن أنه البستاني لكن هو بقى بيقول لك سؤال لماذا كان يسوع متخفيا في شبه البستاني وطبعا طبعا السؤال ده متخفيا خلي بالكم هو بيعتقد إن يسوع تخفى في شبه بستاني طيب عشان نجاوب على السؤال ده أول ناخد أخت فريال ونرجع نجاوب على السؤال ألو ألو أخ أشرف سلام أهلين بيكي أخت فريال وكل عام وإنت بخير وإنت بخير حقا قام حقا قام آمين وأقمنا معه أنا بس حاب أعلق بسرعة على هذا إكرام السيد إكرام العبقري اللي قال الأدلة التاريخية من صنع الكنيسة أخ أشرف صدقني لو جبت له كل الأدلة سواء تاريخية جغرافية غيرها رح يقول نفس الشيء أيه وإنت حضرتك بالأسماء ذكرت هذه يعني الأدلة تاريخية بالأسماء لكن الكذاب يعني الرب يسامحه والنقطة الثانية المضحكة والطامة الكبرى لما يقول نصوص من داخل الكتاب المقدس صنفي صلب المسيح الله يخليك جيب لي نص واحد طلعنا نص واحد حتى يثبت صدقك يعني أي بالكذب أي بالكذب لأنه مخيف هو وقوع بيد الله الحي الكذب حرام الكذب خطية لكن أنتم متعودين على الكذب لأن رسولكم معلمكم الكذب والتقية أما هذا سام العبقري اللي عنده هذا الواسع الخيال الواسع اللي معرف من جابه اللي ما يعترف بالملاك في الكتاب المقدس اللي هو أيضا خبر المريمات عن القبر الفارغ فطبعا ما تعترف بالملاك في الكتاب المقدس لكن تعترف ملاك جبريل اللي كان نازف صاعد على رسولك إلى بينه طلباته وشهواته وأنت لو كان يا سام صدقني لو كان يسوع له كل المجد هو نفسه جالس عند القبر أيضا راح تقول هذا ليس يسوع لكنه شخص آخر لأن تريد أن تثبت من قرآنك هذا الهبل اللي هو وشبه لهم ولسه ما عرفنا من هو الشبيه فعيب عليكم الكذب والمشكلة الكبرى لأن الشيطان أعمى أذهانكم وقلبكم حتى لا تعترفون بالحق وتؤمنون بينه والحق هو الرب يسوع المسيح له كل المجد تعرفون الحق والحق يحرركم من الأكاذيب الشيطانية الرب يرحمكم ونسلي من أجلك أمين جاءت نسلي من أجلك ومن أجل خلاصكم شكرا أخي أشرف وروح القدس كل عام وتخير وتوفي أشكرك كل عام تخير طيب ناخد مدخر الأخ هاجوب من روسيا أهلين عزيزي كيفك أشكر ربي بارك أخونا وانت بخير صحة وسلام ربي بارك حياتك شكرا لي تسلم يا طيب الله يخلي أخوي الغالي أشرف موضوع حلقة جميل جدا وربي بارك شكرا لي أنت دائما أنت تفهم الأخوة المسلمين بخصوص هذه المواضيع وخصوصا بموضوع نحن من جبن ومهات الكتب زي ما بقولوا و البين على ما ندعى إذا إحنا بينا وهي من ندعي تفضل إلا أي أحد تفضل يتصل في البرنامج البرنامج مفتوح الرب يبارك حياتك يعني صراحة عن موضوع هل فعلا نشاهد الرسل والأباء القدسين ومشاهدة تاريخ لقيامة الرب يسوع المسيح طيب خلينا نشوف مع بعض أول نشهد في شهادة الإنجليين الأربع متى مرخص لوقي وحنة نشوف يا سيد العزيز أول شخص اللي هو قلت لك شهدوا على هذا الشيء كيف شهدوا على هذا الشيء في سفر أعمال رسول الإصحاح الأول آية 22 بقولها منذ معمودية يوحنى إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحدا منهم شاهد المعنى بقيامته هاي أول وقال لليهود في أعمال ثلاثة أربعة خمستاش بيقول ورئيس الحياة من هو ورئيس الحياة لقتلتموه والذي أقامه الرب لله تمام الرب لله اللي هو من الأموات ونحن شهودا لذلك أيه كمان كمان كذلك الأمر أمام رؤساء الشعب وشيوخ اليهود قال بإسم يسوع المسيح النصري الذي صلبتموه أنتم والذي أقامه الله من الأموات يس وبعد أن أطلقه طبعا رئيس أطلقه رئيس الكهنة معي وحنة يقولك وبقوة عظيمة كان الرسل يعدون الشهادة بقيامة الرب يسوع المسيح ونعمة عظيمة كانت على جميعهم في أعمال أربعة ثلاثة ترتيب يعني أعطيك كمان شغلة شغلة تانية أعطيك أنه في بيت كيرلينيوس كيرلينيوس يعني بطرس بطرس كان سجد له قال له قم أنا أيضا أنا إنسان قال هذا أقامه الله في اليوم الثالث ونحن الذين أكنا وشربنا معه وبعد قيمته من الأموات أعمال أصحاف العاشر الآية أربعين واربين كذلك الأمر أعطيك شغلة في بولوس الرسول بولوس الرسول ذكر كثير في أعمال رسول طبعا 17-31 بيقول لأنه هذا في وقت لأنه كان في أريوس أريوس طاغوس في أثناء لما قال له لأنه أقامه يوما فيه هو مزمع يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما لجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات أيها يعني نفهم أنه أصل العقيدة المسيحية المسيحية ليست الدين وليست الطوائف بل هي علاقة شخصية مع رب المجد يسوع المسيح ونحن نعلم هذا الشيء جمعاتهم وتفصيلة ومحور الكرازة بتحديد إيماننا إحنا المسيحيين بقيامة الرب يسوع المسيح إذا ما أمننا بقيامة يسوع المسيح باطلا كرازتنا وباطل إيماننا لا صح فلازم نفهم هذا الإشي مع بعضنا البعض لأنه بيقولك أقامه يوما فيما هو مزمع أن يدين المسكون بالعدل في رجل قد عينه مقدما إيمانا إذ أقامه من الأموات أيه كمان كذلك الأمر في رومية صاحب الأول آية أربعة وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القدس اللي هي روح القدس اللي هي روح القدس أيه كمان بالقيامة من الأموات نعم بالقيامة من الأموات الذي أسلم برضو في رومية أربعة خمسة وعشرين الذي أسلم من أجل قطايانا والقيامة لأجل تبريرنا فدفننا معه بالمعمودية باللموت إحنا بنعرف لما إحنا ننولد من جديد ولادة جديدة لما إحنا نتعمد مرة أخرى ننولد من الجديد مع الرب يسول المسيح نندفن ونقوم معه في اليوم الثالث نعرف هذا الشيخ كمان كذلك الأمر في رومية عشرة تسعة وقلت لأن اعترفت بفمك بالرب يسول المسيح وأمنت بقلبك أن الله وقامه من الموت خالص نقطة انتهى لا يحد يقدر يجادر فيه هذا الشيخ الشواهد دي كلها لأي واحد يعني زي أقول واحد بيستخدم المنطق هيعرف أنه فعلا قيامة المسيح ليست اختراع لأنه مين هيخترع تخترع إيه نعم كويس وبعدين هتخترع إيه وين اليهود موجودين وإنت بتشهد أوين بتشهد عند اليهود ده أول حاجة كان ممكن يعملوها اليهود يروح عند القبر ويطلع جسده أهول اللي أنت بتقول أنه ما أنه قام أهول موجود جسده فكيف للتلاميذ فكيف للتلاميذ في نفس المنطقة اللي فيها اضطهده والمسيح مات وصلب يقوله أنه المسيح قام من بين الأموات بأي قوة دي أن لم يكن المسيح قد قام فعلا يعني لكن لكن طبعا الفكرة أنه هو عنده نص يريد أن يثبت يريد أن يثبت أنه النص اللي عنده صح فممكن يدمر أي حاجة أو يدعي كذبا أي شيء في سبيل أنه النص اللي عنده ده يعني يشعر أنه في أمان أنه المسيح لم يسلب ولم يمت شكرا لك عزيز نعم ربنا يباركك حبيبي ربنا يباركك كل الآية اللي هي بيسموها اللي هي ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه من الذي شبه له يعني احنا نسأل أنا قبل فترة كنت لايف على فيسبوك سألت هذا السؤال ما الذي شبه له ولا مسلم قدر يجاوب على هذا لا ما فيش كل واحد يطلع لك بقصة خرافية عن شبيه الرب يفتح القلوب وينرحى بعمل روح القدوس دي صلاتنا دايما لإخوتنا كل عام انت بخير عزيز وانت بخير عزيز الرب يبارك ويبارك حياتك شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك نرجع إلى إلى أسك أخواته أحمد ديدات قالت لماذا كان يسوع يعني متخفيا ويسوع ما كانش متخفيا انت بتتخيل انه كان متخفي يعني يسوع كان لابس البستاني يعني يعني جاي لها بشبه بستاني مش فاهم أنا برضو يعني اللي ما تقول انه متخفي هل هو لابس لبس البستاني لا هل هو البستاني ده ليه تكوين جسدي مختلف عن البشر لا ده هي ظنت انه هو بستاني لأنه محدش هيكون الصبح بدري بيشتغل في البستان إلا البستاني لكن إجابة بقى الإجابة الزكية بتاعت أحمد ديدات يقولك هو أتى وكان متخفيا يسوع ما هو ما هو ما ماتش الفكرة انه ما ماتش هو كانت فيه الحياة لما نزل من على الصليب ولما قعد في القبر قعد في القبر يعني ارتاح شوية قدر انه انه يخرج من القبر فلما خرج من القبر شاف مين شاف مريم فأتى لمريم متخفيا في شبه البستاني عقل مريض يخترع أفكار مريضة كويس ليه بقى هو بيسأل السؤال وهيجواب عليه لماذا كان يسوع متخفيا في شبه البستاني قال لك يبقى لأنه كان يخاف من اليهود المسيح كان خايف من اليهود كويس انهم يحاولوا يقتلوا زي ما حاولوا يقتلوا قبل كده لكنه انقذ فأتى الى مريم المجدلية متخفيا في شبه البستاني لأنه كان خائفا من اليهود انه هو علشان يرفض الموت والقيامة اخترع كذبة تردي عقله وقلبه المريد انه يسوع لم يمت بل كان فيه الحياة عندما انزل من على صليب واسترد الحياة وخرج من القبر وكان خايف من اليهود فجي متخفيا الى مريم المجدلية في شبه البستاني انا عندي اؤمن بان يسوع قد صلب ومات وقام اسهل اسهل من ان اؤمن بالنظرية بهذه النظرية لكن هنعمل ايه يسوع لم يكن متخفيا في شبه البستاني لكن مريم ظنت انه البستاني فظنت تلك انه البستاني ظنت طيب السؤال ما هو هيترح سؤال وعدين السؤال يجي بسؤال لماذا كان يسوع يخاف من اليهود ما هو بيقول ان يسوع اتى الى مريم المجدلية متخفيا في شبه البستاني لانه كان خايف من اليهود لكن لماذا كان يسوع خائفا من اليهود بسبب انه لم يمت شفتوا بقى الزكاء ده الزكاء بسبب انه لم يمت وبالتالي فلا قيامة من الاموات اعني انه من ثم لم يقم من الاموات لانه لم يمت حتى يقوم هذه هي النظرية الشيطانية هو كل اللفة دي بيعملها ليه كل اللفة دي بيعملها ليه عشان يقول لنا المسيح لم يمت وبما ان المسيح لم يمت فالمسيح لم يقم وعش كده يشوه الحقائق الكتابية ويخترع ويقول لك المسيح عندما انزل من على الصليب لم يكن ميت وعندما وضع في القبر لم يكن قد مات لكنه استرد صحته هو في القبر وخرج لمريم في شبه البستاني حتى يتخف من اليهود لانه كان خائفا من اليهود وللأسف كثيرون يسيرون وراء هذه الافكار المريضة التي ترفض الحق وترفض البرهين وترفض حتى المنطق واحد يأتي بعد المسيح بستمائة سنة شاهد لم يشاهد شيئا او خلينا حطها بالعامية شاهد ما شافش حاجة ولم يقدم دليلا واحدا على عدم موت المسيح لكن كل اللي عمل انه طعن في حقيقة تاريخية دون ان يقدم برهانا واحدا يؤكد به صدق الدعاء وهكذا يسير من بعده ويخترعون اكاذيبا وراء اكاذيب شوفوا بقى بيقولوا يقول احمد داد صاحب هذه طبعا هو هو النظرية دي مش مخترعة على فكرة نظرة الاغماء دي نظرية موجودة من زمان يعني تعرفين المسلمين ما بيخترعوش دايما يسرقوا ويقتبسوا افكار بس فيقول انها كانت تبحث عن يسوع لماذا اتت مريم بقى المجدلية الى القبر بكرا مش علشان الحنوط والاطياب لا 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 انها كانت تبحث عن يسوع الذي هو على قدر كبير من الحياة عن يسوع الذي تجذب اليها بيديها وتأخذ الى بيتها ليستريح للاسترخاء واسترجاع قوى فقل لي اين وضعته وانا اخذه شفتوا هو مريم رحت عند القبر مش زي ما بيقول الكتاب تحط حنوط واطياب لا 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 ما صدقش الكتاب وما لتصدق ايا صدق الاختراعات بتاعتي ده مريم راحت عند القبر لانها كانت تبحث عن يسوع لان يسوع كان على قدر كبير من الحياة على فكرة في كل التاريخ الروماني لم ينجو مصلوب واحد نفذ فيه حكم الصلب خالص نهائي الصلب صمم للموت ولكي ما يكون ابشع وسير للموت لكن هنا بيقول ان يسوع يعني نزل من على الصليب وفيه قدر كبير من الحياة وهي راحت عشان تاخدوا ترجعوا الى بيتها يستريح ويسترجع قواه وزي ما بيقول البعض وبعد ما استرجع قواه راح الى الهند وعاش في الهند لحد ما مات هكذا يتحدثون عن رب عن رب عن رب الحياة الذي اتى لكما يضع نفسه فدية عن كثيرين الذي قام منتصرا من بين الاموات الذي فتح لنا باب الحياة الابدية والذي فتح لنا ايضا الحياة الابدية بكل ما فيها الذي اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات ان قيامة المسيح تبرهم على صلب وموت المسيح فالمسيح لانه صلب ومات ودفن هو قام وظهر وإلى يومنا هذا هو حي حي معنا وحي فينا وسيأتي اليوم الذي نلتقي فيه معه وجها لوجه مرة تانية كل سنة وحضرتكم بكل الخير